إذن دكتور اليوم نتحدث عن السكري بشكل عام هذا المرض تحكي له شو هو هذا المرض مرض السكري أنا بعتقد الكل بعرف يعني هو ارتفاع مستوى السكر في الدم هو عادة سكر الطبيعي عند الإنسان الطبيعي بيكون أهل من 100 ميلي جرام ديسي ليتر إذا ارتفع السكري فوق 125 على قراءتين متتاليتين يعتبر الشخص مصاب بالسكري أو إذا كان المعدل التراكم العام 6.5 فما فوق يعتبر مصاب بالسكري هلأ إذا كان السكر من 100 إلى 125 على الريق أو التراكم من 5.7 لغاية 6.4 يعتبر مرحلة ما قبل السكري أو النموهية للإصابة بالسكري مرض السكري هو يعتبر نوعين نوع أول ونوع الثاني يمكن النوع الأول هو الأكثر إصابة للأطفال وهو يعتبر من الأمراض المناعية وأيضا نوع السكري النوع الثاني هو يمكن اللي بيصير بيصيب الأشخاص الأكبر سناً ويمكن اللي بياخدوا كمان سكريات بشكل كبير وجسمهم بيبطل قادر على أنه يستهلك ما يتعلق بموضوع السكر مين الأشخاص هم المعارضين والأكثر عرضة للإصابة بالسكري بنوعه؟ النوع الأول يعني صعب التكاهن به يعني هذا مرض بدنا نقول فيه قابلية للإصابة بالمرض أو عامل يعني استعداد خلقي للمرض يعني بيكون عادة لا الأم عندها ولا الأب ولا العم ولا الخال ما فيه عامل وراثي فجأة بتيجي الأعراض اللي هو عطش وبول وجفاف ودخول مستشفى وتحمض عند الأطفال صعب التكاهن بالمرض يعني لكن عند الكبار ممكن نقول مين الناس المعرضين للإصابة بالمرض أكثر اللي هو النوع الثاني على النوع الثاني أكثر شي بيصيب الناس اللي عندهم زيادة بالوزن اللي عنده عامل وراثي يعني مهم العامل وراثي إذا كان الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت المرضى اللي عندهم قليلي الحركة مثلا المرضى اللي عنده زيادة بالوزن بتتركز في منطقة البطن يعني هدول عرضة أكثر من غيرهم المرضى اللي بياخدوا أدوية مثلا كورتزون أو شي عرضة أكثر من غيرهم النساء الحوامل اللي صابهم السكري سابقا بالحمل هدول عرضة أكثر من غيرهم مصيبهم السكري لاحق النساء أو البنات اللي عندهم تكيس بالمبايض هدول عرضة أكتر الإصاب بالسكري من غيرهم طبعا هدول المرضى لازم يفحص السكر بشكل منتظم على الأقل مرة سنويا أنا بقول نعم فإذا هم لازم يشيكوا على هذا الموضوع لأنه ممكن يصابوا بيئة السكر ويقعدوا سنوات وهم لسا مش حاسين بأعراض فشو هنا أهمية الكشف المبكر عن مرض السكري؟ هذه المشكلة الكبيرة يعني أنه كتير مرضى عنده سكر يبعرفش يعني السكري لغاية تقريبا 250 ميلي جرام ديسليتر ما فيش عرض يعني لا عطاش ولا بول ولا جفاف ولا اشي فكتير مرضى عندهم سكر يبعرفوش بالصدفة باي تشانس يعني مريض مثلا راح يعمل عملية جراحية قبل العملية بعملوا الروتين نفح السكر إيه عندك سكر 180 طبعا ما عنديش سكر لا هاي السكر يعني بهاي الطريقة بيعرف انه صار عنده بكتشفوا بالصدفة هلا المرضى كمان اللي عندهم أمراض أخرى عرض للإصابة يعني زي الضغط زي الكوليسترول الدهون المرضى اللي عندهم تضيق تصلب شرايين هدولا المرضى اللي عنده ضعف في عضلة القلب هدولا أكتر من غيرهم عندهم سكري مقارن مع الناس العاديين هدولا لازم يفحصوا بشكل روتين وريجولر هلا الخطورة إذا المريض ما عرف انه عنده سكر والسكر قاعد فرضا عشرة سنين عنده وبعرفش بيكون قاعد يخرب السكري، احنا بنعرف مضاعفات السكري كتيرية سواء على النظر على الكلى على العصاب على الشرايين حتى على اللثة على الطواحين على الأسنان على المعدة على الكولون على المثاني على الناحي الجنسية على عصاب الرجلين شرايين الرجلين يعني السكري بيخرب كل الجسم عملياً من الرأس إلى الرجلين وبالتدريج على السكت يعني كل المضاعفات هاي بتظهر أكتر شي بعد عشر سنوات من المرض المشكلة إنه إذا أجأ قال بعد عشر سنوات أنا هلا بدي أنظم السكري بيكون خرب وخلص فعشان هيك إحنا بنركز إنه يتشخص المرض في وقته بسرعة ويتعالج بشكل محكم من بداية المرض نعم طيب دكتور يعني كمان هاي يمكن رسالة نحب نوجهها للأشخاص المرضى بمرض السكري وبقول لك أنا بأخذ علاج فما علي بأكل سكر براحتي شو في رسالة بتوجه لهم إياها خاصة أنك أنت عم تحكي السكري بيشتغل على السكت حتى وإحنا مش عارفين عنه يعني أنا بقول خطأ هذا خطأ شاعي يعني مع ما أخذ المريض من أدوية الحمية بالشكل 70% من العلاج يعني شو الحكمة أني أنا يعني أخذ إبرة إنسولين وحط منسة فلده قدامي رح يرتفع السكر أكيد يعني بغض النظر حتى لو بيأخذ أقوى الأدوية أو بيأخذ إنسولين مش رح يسيطر على السكري بهذه الطريقة نعم نحن الحمية بنركز عليها كتير يعني أنا أي مريض بيجيني بقعد بيجوز أكتر من نص ساعة أشرح له على الأكل عن نظام الغذائي لمريض السكري هذا أهم كتير من العلاج العلاج مش فقط أني أخذ حبة مرتين باليوم هي لازم أن يكون دائما حمية إذن شكرا لوجودك معنا دكتور محمد جمعة استشاري الغدد الصماء والسكري